حلقة فيه لعبة كتيرة جدا جدا انت ظلمت واحد انا قولت اول اسم انت على خلاف مع كاب ياسر رعيان احمد احمد ده ابننا لا احمد راجع راجع لا 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 ده راجع راجع من اليوم في المية لا ازاي احمد ياسر ده طول السكرة بيتكلم ان احمد راسر راندا لازم يكون موجود يعني وانا للمرة التانية او التالتة بشد على ايديه وبقوله هاي الهاي الهاي في خطوته اللي هي الرفض العودة النادي الاهر دلوقتي عشان ملوش باش ليه مكان اساسي وكويس جدا ان هو استمر في تغيبته انت من كلامك ده ممكن يكون عمر جمال واحمد ياسر هو حل هجوم النادي الاهلي لا احمد ياسر احمد ياسر انت قلت عمر جمال من شوية اه لا انا بقولك من اللعبة اللي عجبوني جدا الفتر الفاتت دي لكن احمد ياسر مليون في المية كل يدور في لكن النادي الاهلي في احتياج لمهاجم اجنبي اه اه مواصفات القوة البدنية بتاني المهاجم الاجنبي اعتقد النادي الاهلي موجود يكون واحد من افضل الحلول او من افضل صفاقات من كنتيج النادي الى الفترة الجاية لعب وتكامل بولية ممكن يكون خارج الاهلي اه بشكل ببريبين اه ممكن اه على حساب سفي الرحيم ادعولي هو النبي حشان انا كلامي بيتحقق بعدها ب 12 ادعولي ادعولي ده حق ربنا يعني ادعولي ادعولي يا كابتن سيد ده هو اي حال اي لعب يلعف النادي الاهلي هو شافه مش لعب كويس اه خلاص ادعولي رجل الجيف في بداية الموسم قال يا جماعة بولية مش مصنى مش مصنى موحد ده ما مفيش لاهيب في النادي الاهلي هو مقتنع به هو اي حاجة بتلبيز احمر مش بخرفة نا بيولك انت ليه بتبرر الكسة مش مبرر والله هو واحد عشان بيخسر من النادي الاهلي كل بطلات فلازم شف ان اللي بتلني الاهلي كلها سيئة فهو اي ناهمة كير من النادي الاهلي اي ناهمة انا لازم اديك حق لا والله لما أعصم حارس مرمو في مصر حارس الأوحى في مصر بشكل فيه طبعاً ديها واحدة اللي عملت غير عليه أنت أنت في حاجتين الناس ابتدوا الكلمة دلوقتي على موسماني أنت كليك وجود نظر معيني مختلف أنا 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 تكلمت على موسماني وقلت مش مستوى النادي الأهلي وقلت النبواليا مش مستوى النادي الأهلي وقلت يا رجل تكبيدي بتشوفه عشر وعشر ومشي بس أنت قلت حاجة تانية طبعاً كامل طيب ما مشيتش حولها لك ماشي طبعاً ما حكيت مش كل كلامي هيمشي يعني لكن لكن أنا كان لها نظرة في الاتنين دولار وقلت كده وقلت أني موسماني هيمشي في نهاية الموسم وكهرباء اللي هيستمع ما أقولت الله ما أنت كملتها هو ماشي أنا قلت كده وهي دي هتبقى فيها السلام معلش أنا أنا وجهة نظر ما زلت وعطى وعطى بتشيك وعشر من العشرة وبتشيك ومشي قالك مصطفى محمد انا مخدتش فرصتي في الكلام لا لازم أنا مخدتش فرصتي في الكلام براحتك 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 فأنا بقول له حضرتك أنا أنا قلت على موسماني الجماهير الأهلي هاجمتني قلت على على بواليا جماهير الأهلي هاجمتني دلوقتي أمه بيردده نفس الكلام اللي أنا قلته من من تلتاشر اسبوع ورا نخش على الثالثة اللي هي لا 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 مش هقول لك باتشيكو هقول لك مروان جوه اللي برا الأهلي نهو بتنظرك مروان مين محسن طبعا جوه الأهلي أجهزة فنية في نادي الأهلي والمنتخب مصر شايفين إن هو لازم يكون موجود يباهمة اليوم رؤية فنية احنا مش شايفينها أنا ما ينفعش إن أنا بتكلم عنها تلاتة مدربين أجارب لمنتخب مصر يعني اللي هو أجاري وكوبر وكابتن حسين بدري وكل دولهم موجودين بيعملوه ممكن نسألك سؤال تاني لا دي واحدة بس حضرك رأيك إيه يعني شايفنا مرة واحدة لحد دقتي ما استغلش فرصة إن هو يكون مواجب من نادي الأهلي ما استغلش أبدا إن هو يكون مواجب من نادي الأهلي المفروض مواجب من نادي الأهلي تكون أرقامه وأهدافه أعلى مكرب كتير جدا جدا دي وجهة نظر من الشخصية يعني وجهة نظر حدك إن هو هتبقى الفرصة أفضل له للاستمرار السنة الجاية في نادي الأهلي ولا إن هو يكون موجود في مكان آخر والله هو يشوف لو ليه مساحة وليه فرصة إن هو يشارك بما يعني يشارك باستمرارية مع نادي الأهلي ليه مش مش مباروه أرى خمسة لا لو مهاجب النادي الأهلي هو ما يقدرش يشارك باستمرارية في وجود دلوقتي محمد شريف هو بيتقالك في وجود الناس اللي موجودة شارك إزاي يعني ليه محمد شريف يثبت نفسه بيشارك؟ عشان هو الرجل ماشي بشكل رائح بس بالضبط يبقى لازم مروان محسن يثبت نفسه بشكل ده إن هو يقدم ويقاتل من أجل فرصة بتاعته إن هو مش معقولة ومش مقبولة من مروان محسن تبقى لفرص ديه ويكون سراره مضوك وعطاك ممكن أتكلم فنياً في الجزئية دي بعد إزنا أولاً طريقة لعب محمد شريف تختلف اختلاف كل عن طريقة لعب مروان محسن مروان محسن مهاجم اللي هو محطة وعلى فكرة مهاجم رائع وبيعمل ديه أفضل حتى أصدر أكمل بساكمل كلامي مش معنى مش معنى إن مروان محسن موفقش لأنه هو ما بيلعبش كتير على فكرة بقاله فترة مش معنى إن هو موفقش إن ما بيجيبش جوان بس هو تحركاته في الملعب يا سيلي كل دا شيء رائع والله العظيم أنا بتبقى معكم اللي هو في المية والله يقول بس هو جاءت نظر وبأتفضل هو تحركاته حتى بدون كرة بيتعب المهاجمين ومن أفضل المهاجمين في محسن لكن طريقة لعب مختلف عنه هو التاني بيجي من تحت رائع رائع إن هو يكون محطة وكل دا شيء رائع جداً لكن المطلوب من مروان محسن هو التهديف فقط مروان محسن رأس حربة صريحة بيساعد اللي جنبه على التهديف لو هو مهدفش بيساعد اللي جنبه المطلوب منه إن هو الهدف هو الهدف لازم النادي الأهل يكونوا مبارا يكسبها بس كور تلاتة هي بقى دي هو دا الخلاف ما بين مروان والجمهور إن مروان بيقول أنا المدير فني بعتمد على بنافس تعليمات كابتن سيف دا كلام جمهور اللي هو عايز أهداف لكن المدرب 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 بيبص المهاجمة عشان كده عمر أعظم أعظم رأس حربة مصر في تاريخ مصر كابتن عماد متعب عماد متعب في كل الستوديوهات ما بيقولش غير جملتين سبتين إيه هما؟ رأس حربة نادي الأهل أو الزمالك أو المنتخب مطالب منه عدد أهداف معاناة لازم يكون أهداف الدولة ممكن المدرب أنت ليه؟ اتكلمت عن أربع خمس مدربين لمنتخب مصر كلهم كانوا بياخدوا مروان مصر بياخدوا ليه؟ هل هما مش فاهمين كورو؟ لا طبعاً لكن هو الفكرة في إيه؟ أن جميع المدربين اللي بتيجي حتى في الأهل بيحتفظ بمروان وأنا عشان كما أقولك حيحتفظوا بمروان لأن مروان مواجم كويس مش لأنه هو يعني بياخدوا كده يعني تتوقعتك أن مروان موجود في النادي الأهل تتوقعت حضراك أن الأمور صعبة صعبة